أنا أطيل في تقديم نفسي لأن هذا من طبيعة الحال هو عمل نقوم به بالتطوع إذن من طبيعة الحال المداخلات التي سبقتني أسهبت وأتت بمعلومات قيمة جدا وخصوصا المداخلة الأولى للأستاذة الفاضلة التي ذكرت الانتهاكات الحقوقية التي سطال الشعب الفلسطيني إذن مداخلتي حول حقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني تضمن ثلاث محاور أولا مقدمة ستتبعها نبدة تاريخية عن حقوق الإنسان وحق الشعوب وفي الآخير حقوق الإنسان والانتهاكات التي طالت الشعب الفلسطيني من طبيعة الحال بارتباط مع حقوق الإنسان والمواثيق الدولية إذن من طبيعة الحال هذا المصطلح لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب لم يكن منذ مدة طويلة لأنه في البداية سنجد أن بعض المواثيق وبعض النصوص التي ذكرته وسنجد أن احترام حقوق الإنسان ذكره أول ما ذكره في كتاب للولايات المتحدة حيث يقول عندما يصبح من الضروري في سياق الأحداث البشرية أن يقوم شعب ما بحل الروابط السياسية التي ربطته بشعب آخر وأن يأخذ من بين قوى الأرض المكان المنفصل والمتساوي الذي توجد فيه القوانين تعطيه الطبيعة وإله الطبيعة حقا والاحترام مواجب لرأي الإنسانية يلزمه بإعلان أسباب ألف أنفصار هذا ما نجده في النصوص الأولى لإعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية الذي صدر في 4 يوليوز 1776 حيث أن هذا البلد هو أول من ذكر حقوق الإنسان وحقوق الشعوب ونجد أن الإعلان يضيف فيما بعد كل البشر خلقوا متساويين منحهم الخالق بعد الحقوق غير قابلة للتصرف فيها ومن هذه الحقوق والحرية والحقوق الحياة والحرية والستعي وراء السعادة أنتقل الآن إلى النقطة الثانية وهي المبدأة تاريخية عن حقوق الإنسان وحق الشعوب خلال الثورة الفرنسية على وجه الخصوص سيتم توضيح أفكار حقوق الإنسان في نفس الوقت الذي سيتم في تطوير نظرية حق الشعوب في تقرير المصير مع العلم أن إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 1798 لا يشير ولا يذكر بساتا كلمة حق الشعوب كذلك دستور ثلاثة شتنبر 1793 خطة دستور جيروندين في فبراير 1893 دستور جاكوبين في 24 يونيو 1793 هذه النصوص لا تصدمن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب ولكن ابتداء من سنة 1830 بدأت الشعوب تستيقل إنها سنة الاستقلال سنة الاستقلال كل من اليونان وبلجيكا وفي سنة 1848 شهدت أوروبا ما سمي بربيع الشعوب حيث أن هذه القارة عرفت حراكا شعبيا من أجل الديمقراطية من أجل حقوق الإنسان من أجل استقلال والوحدة الوطنية إذن رغم هذه الثورات التي طالت سنة 1848 لم تتوج بنجاح حقيقي إلا أن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب شقت طريقها في أوروبا حيث أن حقوق الإنسان بدأت تظهر في الدساطير وهكذا انصفضت عدة شعوب ضد هيمنة مثلا العثمانيين في بلغاريا ورومانيا والسربيا كما أن عدة دول بأمريكا اللاتينية استقلت من استعمار إسبانيا أو البرتغال وفي نفس الوقت الذي كانت فيه أفكار إعلان حقوق الإنسان تنتشر في أوروبا كانت الفلسفة التي تحملها تعرف انتقاذا كبير من طرف الماركسيين حيث أن هذه المرحلة عرفت حقوق العمال وخصوصا سنة 1789 ومن هنا بدأ انتصار الاشتراكية لن أخوض في الاشتراكية ولكن سأتحدث عن البيان للشراكي لسنة 1848 لماركس وإنجليس لماركس وإنجليس أعتبر في نداء للشعوب حيث يقول لا يمكن للشعب يضطهد غيره أن يكون شعبا حرا وأثناء النصف الثاني من القرن التاسع عشر تغس هاته الأفكار في فضاءات نقاشات التي عرفها الاشتراكيون إنها الحرب العالمي الأولى هي التي جعلت كلا من ويلسون وليلين يناديان بحق الشعوب في تقرير المصير حيث أن حق الشعب في تقرير المصير تم التعبير عنه وذكره في النصوص الأربعة عشر لويلسون وفي معاهدة فيرساي كما تم ذكره في إعلان حقوق العمان المعلني في موسكو شهر يناير من سنة 1918 وفي سنة 1943 أصبحت أوروبا يعني هذه 43 هنا نشهد الحرب العالمية الثانية أصبحت أوروبا تحت هيمنة هتلر أو حلفائه بثتناء سويسرا والسويد وأنجلتيرا وفي شهر يونيو 1945 تم توقيع مثاق الأمم المتحدة بسان فرانسيسكو بعد انتصار حلفاء الحرب العالمية الثانية وهنا تم ذكر حقوق الشعوب وحقوق الإنسان بشكل واضح في وثيقة دولية حيث أن الفصل 25 من هذا المثاق يعني عن مساواة حقوق الشعوب وحقهم في تقرير مصيرهم من جهة ومن جهة أخرى يشير إلى الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون سنيز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين وفي عشرة ديسمبر 1948 وهذا تاريخ لميلاد حقوق الإنسان أو ميطاق أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أعلنت الجميع العامة للأمم المتحدة عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم استكماله بعهدين دوليين في 16 دجنبر 1968 وهما العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية وثقافية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهنا أتذكر ما قالته الدكتورة في المداخل الأولى حول عدم الشغل والتعليم وهي من الحقوق الأساسية والتي تدخل في هذين العهدين خصوصاً وسنجد أن العهدين يذكران في الفصل الأول نفس الفقرة جميع الشعوب لديها الحق في تقرير مصيرها وبناء عليه يقررون بحرية وضعهم السياسي ويضمنون بحرية تنميةهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ثالثاً حقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين وإذا ما أردنا معرفة مدى الانتهاكات التي سطلوا فلسطين شعباً وأرضاً فيمكننا الاعتماد على تقارير مجلس حقوق الإنسان لهيئة الأمم المتحدة من حيث الانتهاكات المتكررة للقانون لإنسان الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهذا ما جاء في المداخل الأولى وضعت المتدخلة في هذا الأمر وقضية المسائلة عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنسان الدولي في فلسطين هناك انتهاكات ولكن من يسائل في هذا الصدق من حيث توسع المتسارع في المشروع الاستيطاني الإسرائيلي وعواقبه على حقوق الإنسان وهنا سنجد أن بعض المستوطنين يهجمون على المنازل الفلسطينيين قرية مسألة الأديسة شرق الخليل وإلى غير ذلك إذن هناك احتلال كذلك لسكن الفلسطينيين وبقوة هناك اعتقالات تعسفية وخصوصا للشباب الذين يطالهم هذا التعسف وسنجد أن مجموعة من الانتهاكات وأخيرا مؤخرا أعتذر مثلا سيتم رمي الشصاص المطاطي في وجهه بكفر مالك شرق رام الله وكذلك سيتم إصابة كذلك شاب آخر بقرية كفر قدوم شرق قليق القيلية أعتدر إلا إذا كنت لم أنطقها جيدا إضافة إطلاق النار بين الجماعات المسلحة بين غزة وإسرائيل وهذا لا يبعث بالأمن والسلام وبالإحساس بأن هناك سلام في الأرض الفلسطينية الاستخدام المفرد للقوة وتعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم والاعتقالات تأخدام غير قانوني لعقوبة الإعداد ولن أطيل في هذا لأن الدكتورة أفاضت فيه وسنترك النقاش عندما يحين وقته مئات الأطفال الفلسطينيين الذين احتجزهم إسرائيل بعضهم بدون تهمة لقد تسبب نصف قرن من الاحتلال في إلحاق خصائر فادحة بحقوق الإنسان لجميع الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمار شامل منشآت لتاريخ وثقافة بنتها الشخصيات أو بنتها فلسطين والآن يحاولون تهديمها ومحاولة تخريب ترات ثقافي الإسلامي وكذا المسيحي وأذكر هنا محاولة إسرائيلي في حرق كنيسة في القدس الشرقية وهذا عمل منبوذ جدا التوسع المتسارح في المشروع الاستيطاني الإسرائيلي وعواقبه على حقوق الإنسان ولن أذكر الأمثلة ذكرت فيما سبق هناك مؤخراً ويوم الثلاثاء الماضي تمت المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس وأبراج خاصة في المنطقة الممتدة من أراضي بيالهالحة والبقعة حتى قرية الولجة إذن هناك توسع كبير وهناك استيطان متعمد للقدس كعاصمة لهذا البلد أو لهذا الشعب الإسرائيلي وهنا يقدم تقرير رابع للمفوضية الثانية لحقوق الإنسان صورة عن هذه الانتهاكات بشأن مسألة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنسان الدولي وهو يرى نقصاً في المسألة عن تصعيد الأعمال العدائية في غزة والاستخدام المفرط للقوة من قبل مسؤول إنفاذ القانون الإسرائيلي لقد تدهور الوضع في غزة إلى درجة أنه أصبح غير مقبول لشعبها حيث لا تستطيع الغالبية العظمى من السكال بالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة المغادرة بسبب القيود المفروضة على حريتهم في التنقل وتحتاج الخدمات الأسية مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي إلى الكهرباء لتشغل أو لتعمل هذه صورة موجزة لأوضاع الشعب الفلسطيني في وطنه المحتل ولما يعانيه أمام أنظار العالم ودعاة حقوق الإنسان وحقوق الشعوب والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان حيث تجاوز شرعية الدولية في استخدام القوة والتهديد بضم أجزاء من الأراضي المحتلة شكراً لم يكن البووربوينت يتماشى